اهلا بكم احتدم الصراع بين القوى السياسية الطائفية بعد تكليف برهم صالح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة بذريعة ان هذا التكليف كان تجاوزا للدستور وعدم الاتزام بالتوافق بين القوى السياسية هذا الانقسام الحاد بين القوى الطائفية حيال تكليف الزرفي كان احد اسبابه الرئيسة هو غياب الدور الايران التقليدي بعد مصرى قاسم سليماني في بغداد وحالة التفكك والتناحر بين كل شركاء العملية السياسية والمرشح اي هذا الصراع والتصادم الى تصادم عسكري مفتوح احتدام الصراع بين الشركاء العملية السياسية على خلفية تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة سيكون مدار بحثنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا احتدم الصراع بين القوى الطائفية السياسية والميليشياوية بعد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة بهذا الشكل وكيف ساهم غياب الدور الايراني بعد مقتل سليماني في حالة التيه والشتات التي تمر بها القوى السياسية الطائفية وميليشياتهم وما مساهم الثورة التشرين في حالة التفكك والتناحر بين قوى العملية السياسية بهذا الشكل المريع وما مدى تطور هذا الصراع السياسي الى حالة احتراب عسكري مفتوح على كل اتجاهات عبر الميليشيات المدججة بكل انواع الاسلحة وكيف يمكن للحراك الوطني سياسيا وشعبيا استثمار هذا الصراع المتفاقم لبلورة مشروع وطني عملي لانقاذ العراق ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الوهاب القصاب ليس بوسع المتابع للمشهد العراقي الا ان يجزم بان العملية السياسية دخلت في مرحلة الموت السريري بعد سنوات من الشلل والعطب الذي اصابها ولم تعد اجهزة الانعاش الايرانية قادرة على ان تبقيها لفترة اطول بدأت علامات هذا الموت منذ انتخابات عام 2018 حينما اعلن الشعب بمقاطعته للانتخابات وصوله الى مرحلة الفراق النهائي مع هذه المنظومة لتتسارع الاحداث ويتزايد الضغط الداخلي ويتأزم الوضع الاقليمي فتثمر تظاهرات تشرين بعدها عن ارباك المشهد بحيث استقال في فترة وجيزة عادل عبد المهدي وفشل محمد علاوي والثالث عدنان الزرفي قد يدخل في ذات المستنقع الذي دخل به اسلافه وعلى حكومته تشهد الاحزاب السياسية انقساما حادا لم يسبق له مثيل ولعل اكبر العوامل التي ساعدت على ايصال لعبة العملية السياسية الى مراحلها الاخيرة هي الضربات التي تلقتها ايران بدءا بمقتل عراب سياستها وضابط ايقاع الميليشيات في العراق اسم سليماني مرورا بتصاعد الصراع بينها وبين واشنطن واخيرا تحولها الى اكبر بؤرة لفايروس كورونا في الشرق الاوسط ما يعني فعليا ضعف النفوذ الايراني او باقل الدرجات ارتباك مخططاته ويظهر هذا الارتباك جليا في العلاقة المتأزمة في ثالوث السياسة الميليشيات والاحزاب السياسية والهياكل الكارتونية الموجودة في الحكم بحيث فقد هذا الثالوث القدرة على التوافق على شخصية سياسية ترأس الحكومة ولو بشكل صوري وحتى ايران التي كانت في السابق تحسم اي خلاف سياسي في العراق يبدو انها فقدت هذه القدرة بسبب الازمات التي تعصف بها الانهيار الاقتصادي والازمة المالية التي تلوح في الافق بسبب انخفاض اسعار النفط ستكون عاملا اضافيا يهوي بالعملية السياسية الى واد سحيق يجعلها مجرد خبر في التاريخ الاسود للعراق اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي سنبحث فيها احتدام الصراع بين القوى السياسية والميليشياوية في العراق على خلفية تكليف الزرفي بتشكيل حكومة القادمة ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا عبر اسكايب من العاصمة الامريكية واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب الزميل المركز العربي للأبحاث ولدراسات السياسة اهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا دكتور هناك حالة صراع متفاقمة يعني احتدام في المواجهة بين القوى السياسية الطائفية والميليشيات بعد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الصراع المتفاقم او المحتدم والمرشح لمواجهة عسكرية مفتوحة له علاقة بالعراق بمصلحة بلد ام ان القضية امتداد لهذا الصراع الذي تأسس عام 2003 وصولا لهذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم فهذا ما اجد عدم تأسس هذا الوضع بعد الاحتلال في العراق عام 2003 الحقيقة كانت القوى التي يعني من البداية كانت القوى المتحكمة وما زالت القوى المتحكمة في الساحة العراقية قوى الاحتلال الامريكي والايراني القوتين القوتين هما المسيطران على العراق سيطرت على العراق سيطرة كاملة ولكل قوة لها اذرعها لها ادواتها لها قواها التي تعمل بها كانت قوات الاحتلال الامريكي لديها جيش كبير في العراق يحكم العملية وهي من اسس العملية السياسية وايران دخلت تحت هذه المظلة بميليشياتها بقواها ايران استثمرت كل هذه المظلة استثمرت وجود المظلة الامريكية طوال هذه السنوات لتنمية قواها واقصد بقواها هذه الاحزاب التي جاءت مع الاحتلال الميليشيات وتأسيس الميليشيات فبالتالي كان هناك توافق على تقاسم الساحات وتقاسم قيادة العراق بهذه الطريقة السيطرة على العراق بهذه الطريقة للحد اللي وصلت الى ان الولايات المتحدة وصلت الى الغاء معاهدة الاتفاق النووي مع ايران فبدأت الخلافات تتسع وبدأت تظهر على الساحة العراقية ان هناك محاولة ايرانية لجعل العراق ورقة ضغط على امريكا في الوقت نفسه امريكا تجعل العراق ورقة ضغط على ايران لان العراق هو الساحة الايرانية الاهم في سيطرتها بحزابها وحتى في وضحها الاقتصادي عندما فرض الحصار الامريكي على ايران هنا بدأ الانحياز بشكل واضح بدأ يعني لم تعود القوى متداخلة كانت قبل هذا القوى تعمل لايران لكنها تقبل ان تعمل تحت المظلة الامريكية وشهدنا هذه القضية حتى في قضية الحرب على الموصل يعني دخولي للموصل استرجاع الموصل من بعد عام 2014 ما سميه بمعركة تحرير الموصل كانت القوى الميليشياوية تعمل تحت المظلة الامريكية وكانت المظلة الامريكية وهذا ما حصل ايضا في الرمادي في صلاح الدين وفي غيرها نعم كانت كل هذه الميليشيات تعمل تحت المظلة الامريكية وهي ميليشيات ايرانية ليس هناك من سوء وكانت امريكا تقبل هذا والميليشيات تقبل هذا الوضع بعد الغاء هذه وخروج امريكا من الاتفاق النووي بدأ واضحا ان امريكا اعطت عازل لقواها هذه الميليشياوية واعزابها ان تميز نفسها ان تدافع عن الموقف الايراني ان تنحاز الى الموقف الايراني ان تظهر ولاها لايران وهكذا بدأ الخلاف واضح وبدأت امريكا تنظر الى علاقتها مع ايران من خلال العراق لكن دكتور هناك تأكيدات من الحكومة من قوى سياسية من الميليشيات انها لن تذهب باتجاه تحويل العراق الى ساحة للمعركة او المواجهة او الصراع بين امريكا وايران القضية متعلقة بوجود قوات احتلال في العراق تستهدف ايضا اجهزة او قوات امنية ومنها الحشد ضمن الهيكلية العسكرية والامنية العراق هذه المواجهة هذه اسبابها هذا تسويق كاذب للقضية تسويق كاذب لانه قوى تابعة لايران كيف لا تكون طرفا في مواجهة بين ايران وامريكا وتجعل العراق لا تجعل العراق ساحة بالعكس هي وجودها في العراق دفاعها عن سياسة ايرانية ومعاداتها لامريكا الموجودة واحتلت العراق وجاءت بهم الى السلطة هذا جزء من محاولة تجعل العراق ساحة للصراع هذا واضح كان من البداية فهذه كذبة كبيرة هذا التسويق سياساتهم ليس اكثر انه معادل لامريكا وامريكا محتلة للعراق هم لان اكتشفوا ان امريكا قد احتلت العراق بعد 17 سنة اكتشفوا ان امريكا هي من خربة العراق وهذا مشروع لتدمير العراق والتحرير هذه كذبة لم يكنوا يسمون عملية احتلال العراق تحريرا وكانوا يهتفون وكانوا على لقاءات دائمة مع المحتل الأمريكي ويؤيدونه ولم يقاومونه وهذه كذبة كبيرة التسويق لا واضح غير مقبول في هذه الفترة الآن بدأت تنحاز كل معسكر من هذه المعسكرات يحسب جماعته ويريد ان يسيطر على الحكومة طبعا هذا كله يجري بغض النظر عن التظاهرات اللي موجودة في العراق هذه ليس لها حسابات في عقولهم ولا في اجنداتهم هذه معزولة ولديهم خطط لها القضية كيف نسيطر على الحكومة ان تبقى الحكومة ايرانية تأبعا للسياسة الايرانية محكومة لهذه الاجندة الايرانية فبالتالي الاشخاص الذين يجلسون على كرسي رئيس الوزراء وهو الاهم في العراق لانه القادة العام قوة المسلحة المسؤول عن الاقتصاد العراقي المسؤول عن اجهزة الامنية يجب ان يكون منضما لهذا المعسكر أو هذا المعسكر فلديهم رؤى الزرفي الان يحسبونه على المعسكر الامريكي سنتحدث عن حقيقة هذا الصراع اكثر في هذه الحلقة دكتور عبد الحميد العاني هناك من يتحدث عن ان الدور الايراني غائب ليس حاضرا او الاقل ليس حاضرا بنفس القوة التي كان عليها بعد مقتل سليماني وازمات ايران كورونا الحصار الاقتصادي هل تلمس ان هناك غيابا ايرانيا او دورا واهنا ضعيفا الآن في العراق ولذلك هذا الصراع محتدم ليس هناك له من ضابط ايقاع نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالضبط هذا الجملة الاخيرة التي ذكرتها ضابط الايقاع هو ما صرحوا بهم صرح به اكثر من سياسي بين قوسين من احزاب هذه السلطة الذين لا يخجلون من اعلان تبعيتهم لايران نعم الضعف الايراني ربما له تأثير على الاحداث بعد مقتل سليماني انشغال ايران بمشاكلها المتزايدة له اثر ذلك لكن حقيقة الاثر الاكبر هو تزايد جشع هؤلاء احزاب العملية السياسية حزاب السلطة اليوم زيادة جشعهم في مقابل تناقص الواردات التي كانوا يظنون انها ستأتي او ستستمر من وراء هذه العملية السياسية زيادة صراعهم لانه الاطماع عندهم بدأت تكبر ولا سيما حينما تفرعت هذه الاحزاب السياسية تفرخت كما يقال ازدادت بعض العناوين داخل العنوان الواحد خاصة الميليشيات التي اصبحت عبئا عليهم اقتصادي اقصد ثانيا الموارد لها وذاء الاحزاب التي كانت هي تعتمد على ما ينهبونه من ثروات البلد والموارد الاقتصادية اليوم نراها انها تسير الى منحدر خطير جدا فلا يمكن انه تلبي الفاتور التي كانوا يأملون انها يجنونها من وراء هذه العملية لا سيما العملية الاخيرة من مفاصل هذه العملية السياسيا يأتي الدور الايراني الان او ضعف الدور الايراني كمكمل لكل هذه الامور فنرى ان هناك ربما ضعف كبير اليوم في ضبط هذا الايقاع لكن تبقى قضية مهمة جدا انه انعكاسات هذه المسات حتى هذا المتاح حتى هذا الصراع الى اخره انعكاساته الى الان هي لم تصل الى اليوم كما يظنونهم الى تهديد العملية السياسية نفسها وانما انعكاساتها كما يظنون انها فقط على الشعب على الشارع العراقي فالى الان هم يأملون انه مادام مستمر العملية السياسية وان كان بالمماطلة فانهم يداومون على هذا الامر هذه المشاكسات فيما بينهم ونعرف احنا قضية مهمة جدا عند هؤلاء هي لا يوجد عندهم حس وطني ولذلك لا يوجد عند احد من هذه الاطراف في حساباتهم انه الى اين يسير البلد المهم مصلحته هو اولا واخيرا لكن دكتور هناك زعماء الميليشيات او المتحدثين باسم الميليشيات او اظن من العصائب تحدث عن انه سنقلب هكذا كتب على حساب على تويتر سنقلب عاليها سافلها اذا ما مضى تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة هذا يدلل على انه الانانية عندهم كل واحد من هذه الاحزاب عزاب السلطة جميعهم هم لديهم المصلحة مصلحتهم قبل مصلحة البلد ثانيا ايضا لنكن ايضا واضحين هذا التهديد ايضا هو يأتي في اطار المناكفات وفي اطار البزار لان الان يوجد عندنا مزاد علني لتوزيع المناصب وغيرها في اطار هذه العملية السياسية دكتور عبدالوهاب القصاب في واشنطن المسألة الخير اولا اهلا مسألة ورد دكتور كأنه قوى العملية السياسية خاصة القوى الطائفية وميليشياتها كأنها اليوم مكشوفة الظهر بسبب الوضع لايراني المتفاقم حصار اقتصادي قضية كورونا وغيرها مكتب سليماني ضابط الايقاع في العراق هل تعتقد فعلا انه هناك كشف ظهر لهذه القوى لهذا الجدار الذي انهار الذي كانت تستند اليه من عام 2003 الى اليوم وبالتالي هي في حالة هذه القوى في حالة تيه في حالة شتات تصادم قد يتحول الى مواجهة او صدام عسكري مفتوح مرحبا لكم ومرحبا لضيطيك العزيزين وضيطين اهلا وسهلا والاستاذ المتاهدين اه اكيد هناك مجموعة حقيقة حزمة من المتغيرات صرأت على الساحة منذ فترة يعني دعنا نقول منذ منتصف العام المنصرم هذه المتغيرات كانت بمحصلتها سلبية على العملية السياسية ثم سلبية على الموقف الايراني في العراق ثم سلبية على التجمع الطائفي الذي اضحى الان متشرما ولهذا فان الخلاصة التي تفضلت بها وهي ان ظهر هذه الميليشيات قد اضحى مكشوفا الان اه واحزابها السياسية اه هذه خلاصة صحيحة بل ان الوجود الايراني في العراق بحذاته قد اضحى مكشوفا ولم تبقى لديه الا مخلبا واحدا في هذه الميليشيات التي تتسابق فيما بينها بيظهر ولائها لايران لانه ليس هناك من الملاذن اخر لا اي عملية تغيير هذه العملية السياسية حقيقة عملية سياسية انتهت العملية السياسية التي زرعها لاحتلال بعد 2003 انتهت انتهى مفعولها الان واول دليل من دلاء الانتهاء مفعولها الان ان الدستور الذي كتبوهم الطريقة التي يريدونها تم دوسه بالارجل وبارجولهمهم هذا الدستور اصبح لا يعني شيئا تفسره كما يريدون يتجاوزون عليه عندما يريدون وبلغت القمة عندما الاصطابات المسلحة هددت بانها ستقلب كما يقول هذا الذي قال يقلب عاليها سافرها وهو جزء من هذه العملية السياسية وله ممثلون في ما يسمى ببرلمان هذه العملية السياسية الحالية اذا الوضع الان هو وضع مكشوف بالكامل بل ان نقطة الخطر الكبرى عليهم هم انهم قد يتقاتلون فيما بينهم بمحاولة للحصول على شيء من ما تبقى من العملية السياسية في العراق واسجيل نقطة كبرى لصالحهم لدى نظام الولي الفقير الذي تفاق موضعه كثيرا والذي هو يمكن بإمكاننا ان نصفه بانه نظام يتداعى في هذا الوقت كيف يمكن فهم ايران ذات المئة مليون انسان تقريبا الدولة المنتجة للنفط بطريقة متقدمة رغم ان هناك العقوبات تقدم ميزانية موازنة سنوية يوقعها المرشد دون ان تمر على برلمانهم بقيمة لا تتجاوز 39 مليار دولار تصور 39 مليار دولار اغلبية اغلبية 39 مليار دولار مخصصة للحرص الثوري من جهة والتدخل في الخارج لان التدخل في الخارج اضحى الان الوسيلة الوحيدة التي تتمكن يتمكن بها النظام المتداعي في ظهران من ان يحاول ان يجد له موطع قدم ليتفاوض على اساسه وليس ليحقق انتصارا ايام الانتصارات اضحى وراءه لا نعم دكتور ايران هل وصلت الى قناعة ان هذه العملية السياسية التي وقفت خلفها تدعمها كل هذه السنين ضحت بالكثير من اجلها وصلت الى قناعة ان هذا مركب غارق لا يمكن انقاذه عملية الدعم عملية الاصلاح الاستثمار في هذا المشروع الطائفي لم يعد الحقيقة يدر ما يغطي تكاليفه وصلت الى هذه القناعة اذا كان السؤال موجه لي نعم 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 دكتور عبدالرهاب نعم نعم بدليل انها حثت ميليشياتها على ان ترفع السلاح يعني لو كان لها ما يمكن ان توظفه بعملية سياسية موجودة زراعها الاحتلال ووظفها لصالحها وصالح عملائها في العراق لا استمرت بدعم هذه العملية السياسية استنادا الى الاوجه المتعددة التي تشتهر بها الشرقية الايرانية لكن انا اشعر بانهم قد توصلوا الى قناعة بان الشارع العراقي والشارع العراقي الذي كانوا الجزء الذي كانوا يتصورون بان حاضنتهم او حاضنت فشروعهم في العراق هو الذي انقلب عليهم اولا الان هو الذي حطم اصنامهم ثانيا من كان يتوقع ان تضرب وتحرق وتداس بالاحذية صور الخميني او خامنائي من جهة او تحرق قنصلياتهم او يحرق علامهم من قبل جماهير كانوا قد اعتبروها هي جماهيرهم وانهم صرفوا الكثير لكي يوصلوها الى يعني هذه الدرجة اذا ايران انا موجد نظرية متواضعة قد وصلت الى فناعة بانه لا امل في انقاذ العملية السياسية الحالية اشكرك اشكرك دكتور اذا مشاهد الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لاكمال النقاش هنا في طاولة حوار عن احتدام الصراع بين صراع الميليشيات وفقط ملاحظة للدكتور عبدالوهاب القصاب عسى اتمنى ان يغير مكانه قليلا حتى يصنى الصوت بشكل افضل بعد الفاصل اذا فاصل ثم نعود لاكمال النقاش ابقوا معنا مشاهدين الكرام تعرض بث قناتنا الى تشويش وقام الشركة النايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكلها الطبيعي ولمشاهدين الكرام لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي او عليه تشويش يرجى اتباع ميلي حث القناة من لائحة القنوات اعادة بحث نفس التردد 1-2-3-8-0 وفقي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة التي تبحث في احتدام الصراع بين القوى الطائفية السياسية الطائفية وميليشياتها في العراق عقب تكليف الزرفي بتشكيل حكومة الجديدة ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني ودكتور عبد الوهاب القصاب دكتور رافع الفلاحي هذا الصراع بين قوى العملية السياسية بين الميليشيات المرشح ليكون تصادم عسكري كبير هناك تهديدات الآن يعني صريحة يعني كان نتيجة متوقعة انه سيصل الى هذه النقطة الحرجة من مجريات مما جرى تتعلق بتصميم هذا المشروع يعني نفسه ام نتيجة متغيرات ذكرت دكتور عبد الوهاب القصاب كبيرة اثرت على هذا المشروع سلبا يعني لو لم تكن هذه المتغيرات موجودة هل سنصل الى نفس النتيجة وبالتأكيد هناك متغيرات ادت الى ان يظهر هذا الصراع على السطح لكن دعنا يقول هو من البداية اسسة العملية يعني العملية السياسية على مبدأ الصراع هذا التوزيع او المحاصصة الطائفية الاثنية تسمح بالصراع داخل هذا الاطار المحتل الامريكي صنع هذه العملية وفي داخلها قوى تتحرك للصراع من اجل المكاسب من اجل الازاحة كل مكون من المكونات هذه اللي موجودة طائفيا واثنيا يسعى عندما تزداد قوته وعندما يزداد من وراءه من يدعمه اكثر لكي يأخذ مساحة اكبر من الطرف الاخر واكذا كان الصراع مستمر طوال هذه السنوات لكن كانت ايران وامريكا على اتفاق يعني التخادم لدامة هذه القضية وكانت ايران في الاساس ضابطة قواها هذه الشيعية اللي تسموها البيت الشيعي قوى البيت الشيعي في العملية السياسية مضبوطة بادوات معينة واهم ادوات كانت هي قاسم سليماني هذه الادوات قد فقدت عندما قتل قاسم سليماني في وقت كانت ايران قد وصلت الى وضع اقتصادي صعب جدا الوقت توقيت الفقدان هذا اضافة الى ظهور هذا المرض كورونا اضافة الى تحركات سياسية وشعبية داخل داخل الساحة الايرانية هناك التظاهرات هناك قمع لهذه التظاهرات وشاهدنا هذه التظاهرات هناك ساحة ايرانية غير ثابتة تهتز تحت اقدامهم اضافة الى هناك حصار اقتصادي امريكي هناك ضغط امريكي سياسي هناك تحركات على الساحة العراقية هذا كله أفقد إيران قدرتها على إعادة ضبط هذه القوات دكتورك في نقطة لا سمحت لي في قضية الصراع يعني أنت تقول أن هذا الصراع كان متوقعا في إطار العملية السياسية كان الصراع يدور بين الإطارات المذهبية أو العرقية المختلفة وكان صراع ربما إلى حد ما مفهوم لكن أن يصل إلى نفس الإطار الطائفي أو الطائفي ويكون أشرس مما كان مع إطار مختلف يعني هذا الحقيقة كان نقطة لافتة لا هي لافتة نعم للبعيد عن رؤية الوضع العراقي السياسي الذي ينظر إلى العملية السياسية سيجد على الأقل قوى ثلاثة رئيسية في هذه العملية السياسية كردية، سنية، شيعية القوى السنية انتهت والقوى السنية هذه تابعة للقوى الشيعية وبعضها تابعة للقوى الكردية انتهازية وبرغماتية في الوجود والبعض منهم تحدث أنه لدينا حصة نأخذها ونسكت هكذا تحدثوا إذن لا تشكل شيئاً وكانت هناك حرب ضد السنة واضح هذا يعني يعني نحن الآن لا نتهم لكن نصف الواقع هذا ما جرى حرب طائفية كانت حرب طوال هذه السنوات وصولاً إلى هذا الوقت وإزاحات ومدن دمرت وانتهت القضية غير شكل وناس نزحت، ناس هجرت قضية كبيرة جداً والقوى التي في العملية السياسية هي قوى تابعة أو مؤيدة لإيران والبعض منها مؤيد لأمريكا لكن القوى الأكبر منها مؤيدة للقوى الحاكمة ويترى أن إيران هي الحاكمة فهي مؤيدة لإيران إذن القوى السنية لا تشكل شيئاً للقوى الكبيرة المهينة إذن بقت قوتين الكردية والشيعية الكردية هناك تفاهمات وهناك موافقات دولية وحتى إيرانية أن تبقى في إقليمها ولديها شؤونها ولديها تمويلها وانتهى الموضوع إذن الصراع سيبدأ مع القوى الرئيسية اللي هي القوى الشيعية عندما خرجت التظاهرات هذه وتبين أن كل ما بنيه كل الترتيبات التي بنيه طوال 17 سنة قد تهدمت وأن الخروج هذا من الحاضنة التي يعتبرونها المؤيدة لهم خرجت ضدهم وتهتف ضد إيران وتهتف ضد العملية السياسية وضد أحزابهم هنا كان التغير وغياب قاسم سليماني وهذا الوضع السيء في إيران كلف مقتد الصدر لكي يضبط الأمور وقد تعهد لإيران بأنه قادر على أن يضبط الأمور ويعيد الأمور إلى نصابها وأن يحكم القوى الشيعية بإرادته لصالح الإرادة الإيرانية تقرب جدا بوضوح من إيران ومتقرب من إيران لكن بوضوح جاء وفشل في المهمة رشحها علاوي وفشلها علاوي والقوى الشيعية هي التي انقلبت عليه يعني دعني أقول ليس القوى السنية والكردية هي من أسقطة محمد توفيق علاوي غالبية القوى الشيعية هي من أسقطة محمد توفيق علاوي لأنها لا تريد مقتد الصدر أن يكون رئيسا عليهم فلذلك بدأ الصراع واضح بين هذه القوى واستمر عندما جاء شامخاني أرادوا أن ينقذوا ما يمكن انقاذه شكلوا هذه اللجنة السباعية لعادة الوفاق بين ما يسمونه البيت الشيعي لم يحصل هذا سافر فشلت وعادت إذن الصراع بين هذه بالمناسبة هناك لجنة جديدة شكلت أيضا مهما شكلت اللجان ستبقى العلة لأن الضابط الرئيسي قائد الأوركسترا ذهب ذهبت إيران الآن لديها مأزومة لديها أمومة كبيرة غير قادرة أن تتحول وليس لديها شخصية مثل قاسم سليماني يستطيع أن يسيطر على هذه القوى هذا قاسم سليماني أكثر من 40 سنة يبنون به هذه ليس شخصية منفردة هذا يعني منظمة كاملة فاستطاعوا أن يوجهوا للعراق وذهب هذا وذهب معه المهندس اللي كان أيضا واحد من أبرز الوجوه هو أبرز وجه لضمان ضبط القوى أو الميليشيات الشيعية فبالتالي انفرط عقدهم بدأ الصراع بهذا الشكل وداخل عملية سياسية مأزومة وضع اقتصادي منهار كورونا وضع خراب تظاهرات في الشارع إيران مأزومة أمريكا تضغط بالاتجاه الآخر إذن كل الوضع كل المناق كل البيئة تؤدي إلى دفعهم باتجاه الصراع أولا لإثارة الفوضى قد لا يريدونهم الصراع بينهم لكن يحتاجون إلى إثارة الفوضى لذلك يعني البعض عندما تحدث قال يعني تهديد للسلم الأمني الأهلي والمجتمع أهلي المجتمع لكي تخلط الأوراق لكي تعطي فرصة حتى لإيران لجر النفس لتضبيط أوضاعها للضغط على إيران حتى الفوضى هذه ربما تضغط على أمريكا باتجاهها أو بآخر لتعيد التفاهم وما سماه أخي الدكتور عبدالواء التفاوض مع أمريكا فهذه جزء من هذه اللعبة نعم نعم دكتور عبد الحميد العاني أنه هذه القوى السياسية أو المليشاوية المتناحرة والمحتربة الحقيقة يعني برز في خطابها شيء لافت بدأت تتحدث في سياق يعني رفضها للزرفي أن هذا الزرفي مرفوض من الشارع ومن المتظاهرين يعني بعد يعني ستة أشهر من اتهام المتظاهرين أنهم جوكرية عملاء السفارات مرتبطين بإسرائيل الآن صاروا يتحدثون باسمهم باسم هذه باسم المتظاهرين وأنه الزرفي لا يمثل إرادة الشعب ومرفوض من قبل المتظاهرين وما إلى ذلك ما الذي تغير؟ يعني مثل ما ذكر الدكتور رافع قبل قليل حينما تعاهد الصدر بالقضاء على هذا الأمر والسيطرة إلى آخره محاولة ركوب الموجة ليست المرة الأولى التي يحاولها البعض حاولها الصدر وفشل ولا يزال يحاول وهؤلاء اليوم هم يتاجرون بهذا الأمر بالمتظاهرين حينما يتكون هناك مصلحة لديهم أولا هنا طبعا بالمناسبة ظهرت هناك ردود على هذه التصريحات من قبل ساحات التظاهرات جوابا على هؤلاء على مثل هذا الإدعاء وهذا الإعلان السؤال هنا هؤلاء الذين تظاهروا الشعب العراقي على من ظهر على من تظاهر على من ثار على من انتفض أليس على هذه الأحزاب جميعا أليس على هذه الميليشيات التي كلاهما الأحزاب والميليشيات كلاهما نتاج هذه العملية السياسية بالمناسبة الكثير من الأحزاب والعناوين اليوم هي ما ظهرت إلا بظل العملية السياسية نعم بعضها جاء خلف الدبابة الأمريكية والبعض الآخر ولد في أحضان هذه العملية السياسية بما في هذه الميليشيات التي كثير من عنوينها نشأت وولدت في ظل وفي أحضان العملية السياسية هنا الجواب على مثل هذا الإدعاء من قبل الشارع نفسه من قبل الشباب من الذي جلب هذه المآسي على الشعب العراقي لماذا انتفض الشعب العراقي وخرج إلى هذه الساحات وعرض نفسه للموت ومن الذي قتل هؤلاء المتظاهرين أليس هذه الميليشيات ليس اتهاما وإنما تصريحا ألم تجاهر هذه الميليشيات قبل أيام قبل أسابيع وأشهر ألم تجاهر بتهديدها العلني لهؤلاء الشباب المتظاهرين ألم يعلقوا هنا مر الخال أو إلى آخره ألم تنشر وسائل إعلامهم أنفسهم تهديدا إلى هؤلاء الميليشيات بالمناسبة حتى لو تعددت عنوينها لأنه بعض الميليشيات تتبع لهذا الحزب وهذا الحزب لكن الجواب من قبل الشعب العراقي حينما قالها باللهجة العراقية شلع قلع والقالها أولهم أو والقالها وياهم رسالة قوية تدل على وعي هؤلاء ورد صريح على مثل هؤلاء هذه المحاولات البائسة التي يحاولون بها المتاجرة بكل شيء بما فيها دماء الشهداء نعم دكتور عبدالوهاب القصاب الخارجية الأمريكية قبل يومين كان لديها بيان عبرت فيه عن خيبة أملها من فشل الحكومة في حماية قواعد أو قوات التحالف الدولي العاملة في العراق وقبلها كان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يعني اتصل مع عادل عبد المهدي وكان هناك ربما تحذير أقرب إلى التهديد من أنه إذا استمرت الميليشيات بمهاجمة القواعد الأمريكية وقوات التحالف سيكون هناك رد حاسم وحازم هل أيضا الأمريكيون نفضوا أيديهم من هذا المشروع الذي صمموهم وشاركوهم فيه الإيرانيون وبالتالي أصبحت العملية السياسية وقواها مكشوفة الظهر من الداعمين الرئيسيين أمريكا وإيران وربما الأمريكان الآن في حالة تصادم مع القوى الفاعلة والخشنة في هذه العملية وهي الميليشيات اليوم الكلمة الفصل هي للميليشيات في العراق في العملية السياسية هل الأمريكان أيضا نفضوا أيديهم من هذه العملية وبالتالي كيف ستدبر هذه العملية وقواها أمورهم في المستقبل بدون هذين الغطاءين الداعمين أمريكا وإيران بالأكيد ما بيانه وزير الخارجية الأمريكي ثم تصليح الرئيس أو البيت الأبيض قبل يوم واحد من الآن يقع ضمن السلسلة المتدرجة لقواعد الاجتباق الموجودة لدى الولايات المتحدة لأن كل شيء سيخضع للمراجعة فيما بعد لكي يكون الإجراء الذي تقوم به الولايات المتحدة متطابقة مع الأصول والضوابط الموضوعة هناك سلسلة من الإجراءات ينبغي أن تتخذ وتتفاعد على مرور الأيام قطع الاتصال ويا الدكتور عبدالوهاب القصاب طيب دكتور رافع الفلاحي أمريكا أيضا نفضت أيديها من هذا المشروع وبالتالي هذه القوى بدون هذين الغطاءين إيران أمريكا كيف ستصير أمورها تصير أمورها وهي التي حظيت بكل هذا الدعم إقليمي ودولي أمريكي وإيراني وبالتالي وصلت إلى هذه النقطة المزرية نقطة الانهيار يعني الآن العملية السياسية في حالة احتضار وموت العملية السياسية هي إطار سياسي لا يمكن أن يعمل أو لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان في داخل هذا الإطار عدد من اللاعبين نعم وهذه القوى اللاعبة هي من ربما اعتقدت أمريكا لفترة معينة أنها قد ضبطتهم أو على الأقل ضمنت حيادهم أو ضمنت ولائهم أو ضمنت رعايتهم لمصالحها الآن لدى أمريكا قناعة مئة بالمئة لا متأكد من هذه القضية أنه غالبية هذه القوى والقوى الرئيسية في هذه العملية السياسية لن ترعى مصالحها وبالعكس ربما تناكفها وتعرضها وتعرض حتى مصالحها وبالتالي أمريكا تتحرك بالمصالح لا يهمها لا العواطف ولا التجاهات ولا شكل الدولة ولا شكل العراق هي جاءت للعراق عام 2003 لضعاف العراق ليس من لأجل إزالة نظام دكتاتوري مثل ما قالت أو أسلحة دمار شامل وهذه كذبة كبيرة طلعت دكتور أشكرك اسمح لي بس الدكتور عبدالوهاب القصاب والوقت ضيق حتى نستثمره دكتور تفضل استكمال للفكرة قبل أن ينقطع الاتصال مع جنابك نعم كما قلت هناك أجراءات متدرجة نعم الاتصال الذي قام به الاتصال الذي قام به وزير الخارجية ابن فيو مع رئيس الوزراء المصرس نعم عادل عبد المهدي نعم هو واحدة من هذه السلسلة نقل له سن الاتصال أول طالبا ضمان من الحكومة العراقية بحماية المنشآت ثم كرر هذا طالب مرة أخرى ثم تصل محذرا وبعد التحذير أيضا فقدنا الاتصال مع الدكتور القصاب على كل دكتور عبد الحميد العاني في ظل هذا الوضع المخيف أن الإيرانيين في حالة ضعف والأمريكان في حالة ربما ترحوا جانبا أو ربما في حالة الصدام مع هذه القوة كما يقول دكتور رافع الفلاحي ما مدى أو محتمالية أن يتحول هذا الصراع بين هذه الميليشيات المدججة بكل أنواع السلاح في العراق إلى مواجهة عسكرية في الداخل تثقل كاهل المجتمع في العراق المثقل بجبال من الأزمات اقتصادية كورونا فقر بطالة وما إلى ذلك هل يمكن أن تطور الأمواجهة عسكرية مع هذا الضعف الإيراني والتنحي الأمريكي كل شيء وارد وهو أمر متوقع أيضا جدا لكن قبل هذه الخطوة هؤلاء يعني لنضع في ذهننا بشكل أساسي أنه ليس يعني مصالحهم هي قبل مبادئهم ولذلك إذا ما قدمت لهم مصلحة أو وجدوا مصلحة في تقاسم بعض الكعكة نوعا ما وأرضوا نوعا ما بالتقاسم ربما سيكون لجوء إلى هذا الحل أو التفاهمات بما بينهم لكن المنظور حاليا أن هناك ضعف شديد في هذه الكعكة نفسها ولذلك إن حيازهم أو لجوءهم إلى هذا الصراع أمر وارد جدا الأخطر من هذا كله أنه الآن العراق كله إلى أين سيسير الشارع الآن العراقي الشعب سيصل إلى درجة الانفجار والانفجار قادم الثورة يعني إذا كانت الأيام الماضية الأشهر الماضية قد خرج الشعب شباب العراق إلى ساحة التظاهر وكان هناك تظاهرات سلمية ربما استطاعوا أن يضبطوا يقاع هذه الساحات المتوقع إذا استمرت هذه العملية السياسية وأحزابها بهذا المسار وبتمسكهم بمصالحهم على مصالح الشعب العراقي في إطار المتغيرات العالمية وبما فيها الوضع الاقتصادي الانهيار والانفجار قادم وحينها لن تستطيع لا هذه الأحزاب أن تدافع عن أنفسها فيما بينها ولن تستطيع أنها الميليشيات أن تدافع على هذه الأحزاب إذن نحن نتوقع الآن كمراحل مرحلة الأولى محاولة هؤلاء اللجوء إلى التفاهم إلى صراعات فيما بينها مشاكسات أول شيء والضغط للحصول على الحصص الأكبر ولكن هناك الخطوة الثانية الصراع الكبير فيما بينهم لكن الخطوة الأكيدة أن هناك انفجار سيقتلع هؤلاء بشكل مخيف جدا ولكن الخشية هنا أنه لا يقتصر هذا الأمر على العراق فقط وإنما المنطقة كلها لذلك المنطقة كلها مسؤولة والمجتمع الدولي كله مسؤول عن مثل هذا الوضع الآن في العراق وعن ضبط الأمور حتى لا تصل إلى درجة يكون فيها النار تأكل الأخضر واليابس لا سمح الله تعالى نتحول لدكتور عبدالوام القصاب حتى بل تكمل فكرته ومين قطع الاتصال الهاتف تفضل دكتور أنا قلت الإجراءات متدرجة بعد التحذير الذي وجهه بكمبيو لرئيس وزراء خول البيت بيض وزير الدفاع أو البت اتغاث الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة أو أمن الولايات المتحدة أو مصالح الولايات المتحدة في العراق وبنفس الوقت كان هناك تصحيح مواجهة موجهة لإيران بأنها هي التي تتحمل مسؤولية الإبثلات التي تقوم به ميليشياتها في العراق من هنا يعني هذه توصل الخطوة الأولى لتفاقم أخصر في الوضع الأمني في المنطقة نعم أنا أتوقع مع الأخ العزيز بسامنها إيران إلى المتوسط وإلى باب الثاني كلها نعم دكتور أعتذر منك الاتصال أيضا سيء أشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا لدكتور عبد الوهاب القصاب اللي كان معنا عبر الهاتف من واشنطين وهو زميل المركز العربي للأبحاث والإدراسات السياسة شكرا جزيلا دكتور ما دامت العملية السياسية بهذا التيه بهذا الضعف داعمها ليس كما كانوا سابقا إيران المشغولة بأزماتها أمريكا يبدو وصلت إلى مرحلة أن هؤلاء ليسوا حلفاء كيف للحراك السياسي والشعبي الوطني التقاط هذه اللحظة الفارقة في مسار في عمر العملية السياسية الضعيفة لبلورت مشروع وطني جدي حقيقي يعني للإنقاذ يمثل مشروع أو مسار لإنقاذ العراق هذا يبدو لحظة مؤاتية الآن لا هي مؤاتية مؤاتية والمشروع الوطني يعني ليس لغارة مات وموجود ومطروح وكل القوى المناهضة الاحتلال والعملية السياسية طرحت مشروعها الوطني والمشروع الوطني واضح لا يحتاج إلى يعني فلسفة كبيرة حتى ساحات التظاهر طرحت المشروع الوطني عندما ترفض هذه القوى وتريد وطنا وتريد استقلال وسيادة وحرية للمواطنين وعدالة في التوزيع هذا كل جزء من المشروع الوطني فالمشروع الوطني يعني ليس شيئا مجهولا أو الآن سنخترعه قوى المناهضة للاحتلال تحدثت به من عام 2003 هذه الحقيقة لكن الموضوع ليس هنا القوى التظاهرات والقوى الوطنية القوى المناهضة للاحتلال كلها لديها مشروعها وهي تدفع لكن هذه القوى الميليشياوية الآن عندما يتحدث خسرة الضامن خسرة الراعي تخسر الراعي بهذا الشكل الراعي مأزوم وراعي آخر تخلى عنها ماذا ستفعل وهي مستفيدة مستفيدة في السيطرة على اقتصاد العراق في المناصب في كل شيء مستفيدة وهذه هي عملية ميليشيات وقوى أين ستذهب لديها تجربة كبيرة وهذا ما يقف لديها تجربة كبيرة في الفوضى في إثارة الفوضى الفوضى الآن مطلوبة وهذه القوى الميليشيات وعندما تهدد هي تعدى العدى للفوضى الفوضى هذه أولاً ستجعل هي تعتقد هذه القوى الشعبية الثورة الشعبية يعني تنزوي في درجة معينة إلى الجانب لأن هناك فوضى في البلد فوضى تقتل فوضى تميليشيات وصراعات فبالتالي هناك إلهاء هذا جزء من عندها ويستمر تستمر السرقة واستمر الفساد واستمر القراب وإلهاء عن كل هذا الانكشف الآن انكشف فسادهم انكشف خيبتهم انكشفت أنه لا دولة في العراق الآن في مواجهة الكورونا لا دولة في العراق للحد اللي وزير الصحة يخاطب أحد ما يسمونه مراجع الدينية لكي يستطيع أن يضبط البلد إذن لا وجودة لهيبة للدولة إذن لا وجودة للدولة لا تستطيع الدولة السيطرة على الشارع لا تستطيع أن تضبط الشارع من أجل مصلحة البلد لا تستطيع فبالتالي يناشد يناشد وكذب كبير على المواطن بالدعاءات كثيرة الاقتصاد منهار النفط الآن في أسعاره في أسعاره تزداد انقفاضا هذا كله يكشفهم كشف كبير هناك فساد كبير هناك دمار كبير كل القطاعات منتهية هناك ثورة في الشارع فلابد من الفوضى الفوضى مع من في هذا الصراع المحتدم بينهم من أجل المكاسب من أجل السيطرة من أجل فرض إراداتهم أشكر الله يفكرون لحينما الداعم الإقليمي يستعيد أنفاسه ولن يستطيع استعادة أنفاسه لأن هناك أيضا العامل الدولي يتحرك بطريقة أخرى أنا أتكلم عن هذا السيناريو الذي في أذهانهم لكن واقع الحال ربما بشكل آخر نعم دكتور عبد الحميد العاني يبدو هذا السلاح الفوضى هو السلاح الحاضر دائما التهديد بالفوضى الذهاب إلى المجهول أيضا كان تتم عملية أيضا التخويف من قضية الإرهاب يبدو السلاح الفوضى هو آخر الأسلحة التي بقيت بيد القوى الميليشيوية في العراق الآن بعد تغير المزاج الشعبي بعد متغيرات في الداخل العراقي أيضا في العالم كما قال دكتور رافع هل له فرص أو حضوض من النجاح سيناريو إثارة الفوضى هو مقصود مثل ما أشار دكتور رافع قبل قليل هو مقصود من قبل الاحتلال الأمريكي أولا وثانيا ربما مقصود من قبل هذه الأحزاب وميليشياتها كورقة لتهديد الشعب العراقي ولإلهائهم كما ذكر لكن حقيقة الأمر أنه لا سمح الله إن حدثت الفوضى فالمتضرر الأكبر منها ليس الشعب العراقي لأن الشعب العراقي قد أدرك رأى كيف أنه خلاله حينما فقدت الدولة بين قوسين سيطرتها على كثير من المناطق استطاع الشعب العراقي أن يحافظ على وجوده وعلى تنظيم نظم أموره لكن الفوضى ستأكل الأخضر واليابس بالنسبة لي المحتمين بعملية سياسية التي لينهي الحامل الوحيد لهؤلاء السراقين ويبدو دكتور الفوضى والمواجهة الآن مرشعة لأن تكون بين القوى الميليشيوية فيما بينه بعدما تعدت المواجه بين الشعب والميليشيات هذه ستكون فيما بينه والبين ولذلك المستفيد لم حصلت هذه الفوضى سيكون المستفيد منها الشعب العراقي لأنه الشعب العراقي ما هي الفوضى يعني هو الآن ماذا سيحصل عليه أكثر من هذا الذي حصل عليه طيلة السنوات الماء الفوضى ستحرق وستزيل المظلة التي تحتمي بها أولئك الفاسدون والسراق وحينئذ سيخلو الجو للشعب العراقي لينفذ مشروعها الوطني الذي هو فعلا ما قال مثل ما قال دكتور رافع هو مشروع وطني موجود ومعروض وقدم على في الأروقة الدولية في جامعة الدول العربية قدمته القوى الوطنية في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان والشعب العراقي ليس عاجزا عن إنتاج قيادات وطنية تستطيع أن تقود البلد إلى بر الأمان بشرط أن يتاح لها الحرية إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع ويزول هؤلاء إرهاب هؤلاء إرهاب الدولة إرهاب البنشيات إرهاب العملية السياسية إرهاب أمريكا وإيران عن أعناق الشعب العراقي ونسأل الله تعالى أن يكون الفرج قريب لجميع أبناء الشعب العراقي إن شاء الله أشكرك لم يتبقى لنا في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشنا فيها احتدام الصراع بين القوى الميليشيوية في العراق بعد تكليف الزرفي بتشكيل حكومة الجديدة لم يتبقى لنا فيها لن نشكر ضيوفنا هنا في الستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي يعاني ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وكان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة وكذلك نشكر المشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة